أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليا والمكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانت ييلين وزيرة الخزانة الأمريكية ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيبا خلال اللقاء أكد الجانباني أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اتفق الجانباني على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة كما استعرض الوفد المصري سبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية ما بين البلدين لافتا إلى حرص الجانب المصري على استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية من جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية على الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية هذا وقت مع الوفد المصري مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقض الدولي والوفد الرفيع لمستوى المرافق لها حيث أكدت أن صندوق النقض الدولي سيظل شريكا قويا لمصر في هذه الأوقات الصعبة